لكن قبل ذلك أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب اليوم بالرباط لقائن مع كل من الجمعية الوطنية للمساحات الخاصة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر وذلك ضمن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لإنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلقي بإصلاح المنظومة الصحية تفاصيل هذا اللقاء مع نادية أحتى ويوسف لطفي جولة جديدة من المشاورات جمعت بين وزير الصحة والقطاع الخاص النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمساحات الخاصة للإدلاء بمقترحاتهم بخصوص القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية عندهم بعض المطالب لأن المشروع واليخصها نظر ودراسة دقيقة عميقة ونريد أن نخارطوا كثيرا معنا لنحيدوا الأمور التي هي سلبية الشكلة البرانتي ونوار فبالتالي كانوا احتجوا بجد إيجابي وتنظن أنه بإذن الله جد متفائل اللقاء ركز على ضرورة التدبير الأمثل للموارد البشرية التوزيع الديمقراطي للأطر الطبية والاستثمار في القطاع الصحي ليكون قطاعا منتجا المصحات الخاصة في المغرب ستستعد لتكون في الموعد من أجل تحسين العرض الصحي وتمكن المغاربة من العرض الصحي الذي هو المشتوى يكرهها تناقض منها لسيد الوزير نخسر بحفظ العملية كلها وهو المواطن نحن نعرف أن المنظومة الصحية دينا عرفت خلال وخلال كبير خلال عقود ولكن الآن المشروع الملكي من خلال هذا المشروع الإطار ليفتوه هو متكامل وكذلك نعمل على أساس تكون واحدة ديمقراطية مجالية فيما يخص توزيع الأطر الطبية وكذلك الاستثمارات لكي يعرف هذا القطاع ويرسكز المشروع الصحي على خدمة القربي للتغلب على المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي فيما يخص جودة الخدمات الصحية المقدمة